السلام عليكم اليوم نحصل بمقارنة بين ريدمي 12 و انفينيكس هوت 30 ونشوف مميزات كل جهاز ومن يتفوق على الثاني اذا ما تشهد مشترك اشترك وفعل زر الجرس حتى يصلكم كل الفيديوهات القادمة الشاشة في الجهازين نوع الشاشة في الجهازين هو LCD حجم الشاشة الريدمي 6.79 بوصة والانفينيكس 6.78 بوصة حبقة الشاشة الجهازين يجون بنفس الدقة 1080x2460 بيكسل الجهازين يجون بنفس ابعاد الشاشة 20.5 وايضا نفس كثافة البيكسلات 396 بيكسل في كل انج معدل التحديث في الجهازين هو 90 هرتس درجة سطوع الشاشة الريدمي 550 شمعة والانفينيكس 600 شمعة حبقة الحماية الجهازين ما يجون بأي حماية للشاشة المعالج والنظام الجهازين يجون بنفس المعالج ميدياتيك هيلو جي 88 الرام في الانفينيكس 4.6 و 8 جيجا بايت والريدمي 4.8 فقط الجهازين يجون بنفس الذاكرة الداخلية 128 و 256 جيجا الجهازين يدعمون الذاكرة الخارجية بطاقة مايكرو اس دي نظام التشغيل في الجهازين هو اندرويد 13 واجهة المستخدم في الانفينيكس هو اكس او اس 12.6 والريدمي 114 الكاميرات في الجهازين الردمي يجب ثلاث كاميرات الكاميرا الأساسية 50 ميجابيكسل والكاميرا الثانية 8 ميجابيكسل والكاميرا الثالثة 2 ميجابيكسل اما الهوت 30 يجب كاميرتين الكاميرا الأساسية 50 ميجابيكسل والكاميرا الثانية 0.3 ميجابيكسل من مميزات الكاميرا الخلفية في الجهازين الردمي تقنية الHDR والالتقاط بالزاوية واسعة والتركيز التلقائي ووضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وايضا التصوير الاحترافي وتحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي أما الهوت 30 يجب تركيز تلقائي ووضع عزلة خلفية والتصوير الليلي وتحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي وأخيرا تقنية الـ HDR دقة التصوير في الكاميرات الخلفية الردمي يجب دقة وحدة وهو Full HD أما الهوت 30 يجب دقة 2K و Full HD وأيضا ميزة التصوير بالحركة البطيئة Slow Motion أما الكاميرات الأمامية الجهازين يجون بـ 8 ميجابيكسل ميزات الكاميرا الأمامية في الجهازين ووضع عزلة خلفية ووضع تجميل وتقنية الـ HDR دقة التصوير في الكاميرات الأمامية هو Full HD للجهازين معلومات عامة عن الجهازين السماعات الخارجي الجهازين يجون بسماعات ستيريو نوع الحماية في الجهازين الجهازين يجون بصمة أصابع في زر الطاق وأيضا ميزة التعرف على الوجه والنمط والرقم السري وأخيرا كلمة السر مقاومة الماء والغبار الردمي يجي مقاوم لغذاذ الماء والغبار بمعيار IP53 والهوتو 30 مع الأسف ما يقاوم بأي معيار وزن الجهازين الردمي يجي بوزن 198 غرام والهوتو 30 196 غرام الشحن والبطارية الجهازين يجون بنفس السعة هو 5000 مليو أم بيار وأيضا نفس نوع البطارية هو ليثيون بو والجهازين يدعمون الشحن السريع الردمي بقوة 18 وات والهوتو 30 بقوة 33 وات الجهازين ما يدعمون الشحن اللاسلكي وأيضا ما يدعمون الشحن اللاسلكي العكسي محتويات علبة الجهاز الجهازين يجب بنفس المحتويات جهاز وشاحن وكيبل USB Type-C وكبر للحماية ودبوس لإخراج الشراحي سعر الجهازين الانفينيكس هوتو 30 يجي بسعر 190 ألف أما الردمي 12 يجي بسعر 200 ألف التقييم النهائي للجهازين مثل ما شفتوا أن شاشة الجهازين هو LCD هنا الجهازين راح يكونون متعادلين والمعالج نفس الشي هو Mediatek Helo G88 الجهازين يجون بنفس المعالج والكاميرات الردمي يتفوق على الانفينيكس البطارية الجهازين يجون بنفس السعة وهو 5000 ميلي أمبير وهنا راح يكونون متعادلين أما الشحن السريع فأكيد الانفينيكس يتفوق على الريدمي بشكل كبير وفي الأخير أي جهاز أنصحكم به الجهازين مثل ما قلت لكم يجون بنفس المواصفات ولكن أنا شخصيا أرشح الانفينيكس هوت 30 لقدر ترفع الرام ولكن الردمي هذا الميزة ما متوفرة به وفي الأخير ما نعجبكم من المقارنة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل الفيديوهات القادمة وفي أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى